قبل ما أبدأ رحلتنا النهاردة أوجه التحية إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء هي هيئة برئاسة الدكتور حسين منصور وده واحد من أهم خبراء سلامة الغذاء في مصر هيئة تتبع مباشرة رئاسة الجمهورية اللي عايز أقوله اتطمنوا عندنا هيئة قوية تحكم كل قواعد سلامة الغذاء في مصر كل صادراتنا تخضع لرقابة مشددة لأنها تمثل سمعة مصر في كل أسواق العالم أيضاً كل واردتنا تخضع لرقابة أشد قصوة حفاظاً على صحة أولادنا وده واضح بشدة من حرص كل الشركات الزراعية وكل شركات الصناعات الغذائية وكل الجهات التي تعمل في قطاع الأغذية في مصر على الانضمام إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء يعني الانضمام إلى قوائم الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر اللي أنا عايز أقترحه وده حقنا كمستهلكين أن يتم تصميم شعار للهيئة القومية لسلامة الغذاء ويتم الحصول عليه من الهيئة مباشرة أو من خلال فراحة في المحافظات وهذا الشعار يوضع على كل منتجتنا في السوق المحلي من حقي كمستهلك أن نشتري الحاجة اللي خضعت لإشراف الهيئة القومية لسلامة الغذاء أنا بدفع فلوس ومن حقي أخذ سلعة آمنة على أولادي وأسرتي كمان أطالب بتعيين مشرفين في كل مصنعنا في كل محطات الحاصلات الزراعية مشرف يتبع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ويتبع إدارة الجودة داخل هذا المصنع أو هذه المحطة التي تعمل في الغذاء هذا المشرف ستكون مهمته التأكد من التزام الجهة التي يعمل بها أو المنشأة التي يعمل بها بكل ضوابط سلامة الغذاء دي مقترحات أنا بقدمها للدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وأكررها غاية في السهولة والهدف منها أن يشعر المواطن بهيبة ووجود الهيئة القومية لسلامة الغذاء خليكم معا